موسيقى سبل تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة على غرار مشروع البرنامج الوطني 15 ألف ميجاوات ومشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر هي أهم المحاور التي تطرق لها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع رئيس مجمع الطاقة الشمسية مهدي بن ديمراد والمدير العام لذات المجمع الوزير دع الشركات المحلية إلى المشاركة الفعلية في مشاريع الطاقات المتجددة مما سيسمح بتشجيع وترقية وتعزيز النسيج الصناعي وخلق فرص عمل في هذا المجال وأن القطاع على استعداد لمرافقة والتكفل بانشغالات المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة استثمارية جذابة بهدف زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني دعت رئيسة مؤسسات الجزائرية ورئيسة بيزنس أفريكا السيدة سعيدة نغزى النقابات والعمال الأفارقة إلى تحسين مناخ الأعمال وبرامج التكوين لمحاربة البيروقراطية وتشجيع الاستثمار في إفريقيا لدى مشاركتها في الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الغانية أكرا كما دعت إلى الرفع من المبادلات الاقتصادية بين البلدان الإفريقية وإلى تحقيق الأمن الغذائي بإفريقيا وصلتت الضوء على الأراضي الفلاحية الشاسعة الموجودة بالقارة والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للشباب الأفارقة كما طالبت باندماج أكبر للاقتصادات الإفريقية من أجل عمل مشترك بين أرباب العمل والنقابات العمالية لتسريع عملية وضع ميكانزمات منطقة التبادل الحر الإفريقية ولتطوير الصناعات التحويلية يعرف مشروع تطوير حقل عينة سيلة بإليزي مراحل جد متقدمة في سير الأشغال والتي وصلت إلى 94% حيث من المرتقب تسليمه خلال السوداسي الثاني من السنة الجارية من المتوقع أن تحقق المنشآت الصناعية الخاصة بتطوير حقل عينة سيلة إنتاجا يوميا يبلغ 10 ملايين متر مكعب من الغاز 1800 طن من الغاز الطبيعي المسال 1600 طن من المكثفات بطاقة استقبال تتسع لمائتين وعشرين عاملا وقعت المؤسسة الوطنية للحديد والصلب فيرال ومركب توسياليا التركي للحديد والصلب ببطي ووهران أمس بالعاصمة بروتوكول اتفاق شركة فيرال توسيالي ينص على إنشاء الحديد بولاية بشار بقدرة انتاجية تصل إلى 500 ألف طن في وحدة لإنتاج مركزات خامس سنة والتي ستستغل كمادة أولية لتموين مركب الحديد والصلب توسيالي ببطيوها في ولاية وهران مجمع منال يقوم بالموازات مع ذلك باستكمال المفاوضات من أجل التوصل إلى إبرامي اتفاقيتين مماثلتين من أجل تثمين منجم غارج بيلات الأولى مع شركة صينية والثانية مع شركة الحديد والصلب الجزائرية القطرية ستيل ببلارا من أجل إنجاز البرنامج الاستراتيجي لتثمين الحديد الخام على مستوى هذا المنجم أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر خروخ أمس عن إطلاق مشاريع جديدة واستلام أخرى خصوصا على مستوى مناطق الجنوب الكبير لما لها من طابع حيوي على التنمية الاقتصادية والتبادلات شمال جنوب مضيفا أن نهاية سنة 2023 ستعرف انتهاء أشغال مشروع حصرنت الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين برج باجي مختار ورقان وأن الأمر يتعلق كذلك بإطلاق مشروع حصرنت الطريق الوطني رقم 6 بين برج باجي مختار وتيم ياوين الذي يعتبر شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في كامل المنطقة الحدودية والذي يدخل ضمن برنامج الحكومة لربط الولايات الحدودية الجنوبية بولايات شمال الوطن مضيفا أنه سيتم الانطلاق في المشروع الذي أوكل إنجازه إلى خمس مؤسسات عمومية وخاصة بغلاف مالي قدره 10 مليارات دينار حال إتمام الإجراءات الإدارية على مستوى وزارة المالية أكدت سفيرة تركيا بالجزائر أن العلاقة الجزائرية التركية ممتازة على المستوى السياسي ارتفعت التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا بنسبة 30% في ظرف سنة حيث بلغت 5.3 مليار دولار رغم فترة ركود التجارة العالمية مضيفا أن الهدف الذي حدده البلدان لتحقيق 10 مليارات دولار في التبادلات التجارية والاستثمارات التركية في الجزائر يمكن تحقيقه على المدى القريب وأن عدد المؤسسات التركية الناشطة في الجزائر تبلغ اليوم حوالي 1550 شركة تنشط في قطاعات مختلفة كشف المكلف بالإعلام على مستوى المعرض الدولي لصناعة المشروبات أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في شعبة المشروبات والأغذية السائلة لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية مضيفا أن الجزائر باشرت مجال التصدير نحو مختلف دول العالم بقيمة مالية وصلت إلى 20 مليون دولار مع السعي لبلوغ 10 مليارات دولار من هذه الصادرات خارج المحروقات لو طلعنا على آخر رقم رسمي لحجم صادرات الجزائر في قطاع المشروبات لو وجدناه مقارنة بصادرات خارج المحروقات يعني الرقم لا بأس به حيث أن السيد وزير التجارة صرح أمس أن الرقم الصادرات بلغ في عام 2022 أكثر من 20 مليون دولار وهو رقم لا بأس به صحيح مقارنة بالصادرات الجزائرية ربما يكون رقم قليل لكن هناك أفاق وتطلعات من أجل مضعفة هذا الرقم أكثر فأكثر لسيما والقدرات التي يزخر بها هذا النشاط ونأخذ في الحسبان كذلك يعني الاكتفاء ذاتي في هذه الشعبة الصناعية حيث أن القطاع يعني يغطي حاليا نسبة 100% وكذلك يعني ذهب نحو التصدير وأضاف أن الصالون الدولي للمشروبات هو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وكان فرصة سانحة لإبرام العديد من الاتفاقيات مع المتعاملين من داخل وخارج الوطن لافتا أن شهر رمضان الحالي شهد أسعارا ترويجية لهذه المشروبات لاقت استحسان المستهلكين من ضمن المشاريع السياحية الكبيرة المتوقع أن تدخل حيز الاستغلال في الأسابيع القليلة القادمة بولاية وهران 12 مشروعا سياحيا من بينها أربعة فنادق بخمس نجوم ومنتجع سياحي في عين الترك لأجل تعزيز بنية السياحة في عاصمة الغرب الجزائري وبحسب والي ولاية وهران سعيد سعيوت فإن هناك مشاريع استثمارية صناعية من المقرر أن تدخل حيز الاستغلال في أواخر شهر ماي القادم تخص مجالات الصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء وفتح مصانع جديدة لإنتاج الحليب والألبان افتتح القرض الشعبي الجزائري بالجزائر العاصمة ثالث فضاء خدمات رقمية له في إطار عصرانة خدمات هذا البنك العمومي وتحسين نوعيتها التي شرع البنك في تنفيذها والتي تتضمن أيضا العديد من المشاريع المهيكلة مثل تطوير النشاط النقدي والنظام المعلوماتي الجديد للبنك وسيتم الوصول إلى عشرين فضاء رقمي تابع للقرض الشعبي الجزائري في نهاية السوداسي الأول للعام الحالي هذا الفضاء وجود في الحي الأعمال باب زوار راح يعطي للسكان والمواطنين اللي يعملوا في هذه المنطقة إمكانية استخدام الخدمات البنكية 24 ساعة إلى 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع هذا الفضاء الرقمي المجهز بشباك آلي وموزع آلي للنقود ذوي القبول المزدوج للبطاقات المحلية والذهبية والدولية حيث ستسمح كلها بسحب النقود والإطلاع على الرصيد كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن قلة العديد من الأعضاء إزاء أزمة السيولة المصرفية التي تشهدها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة ومن المرجح أن تؤدي تدعية أزمة البنوك المصرفية الأمريكية إلى دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود خلال هذا العام وأن تؤدي الأزمة إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس أربعة مناطق اقتصادية خاصة جديدة في إطار برنامج رئيسي لتشجيع الاستثمار الدولي في المملكة التي ستسمح للأجانب بملكية كاملة بنسبة 100% للشركات في المناطق الاقتصادية الواقعة في الرياض وجزان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ارتفع اليورو ليصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ أبريل 2022 ليستأنف صعوده المدعو بفارق أسعار الفائدة الآخذ في الاتساع سعد اليورو 0.5% ليصل إلى 1.043 دولار أمس ليتخطى أعلى مستوى سجله خلال العام الحالي عند 1.033 دولار في شهر فيفري دعا الرئيس البرازيلي إلى إنشاء عملة موحدة لدول بريكس لتكون بديلا عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة بمناسبة زيارته إلى الصين تهدف إلى توطيض العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية وتضم مجموعة بريكس إلى جانب الصين والبرازيل كل من روسيا، الهند وجنوب إفريقيا وهي مرشحة للتوسع لتشمل أعضاء جدد على غرار الجزائر التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى المجموعة بشكل رسمي تعتبر السويسرا من أشهر البلدان في العالم في مجال صناعة الساعات اليدوية رغم الأزمة المصرفية وهذا يبدو جليا في الإقبال الكبير للزوار ورجال الأعمال إلى العاصمة السويسرية جيناف بمناسبة افتتاح معرض جيناف للساعات والذي تعرض فيه الشركات آخر إبداعاتها من ساعات جديدة وثمينة بعضها تحتوي على مميزات كتلة مصنوعة من الفولاذ المعاد تدويره أو الذهب الوردي والساعات المقاومة للمجالات المغناطيسية اشتركوا في القناة